ترأس توزيرة البيئة ياسمين فؤاد ووزيرة التنمية المحلية منال لعوض الاجتماع العاشر للاجنة تسيير البرنامج الوطني لإدارة المخالفات الصلبة لمتابعة وتقييم أنشطة البرنامج الوطني وخططه المستقبلية حيث أكدت توزيرة البيئة أن الدولة بكافة أجهزتها تول اهتماما كبيرا لحل مشكلة المخالفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية مشيرة إلى سعي الوزارة لجعل عدد من المحافظات التي يستهدفها البرنامج الوطني للمخالفات تجارب نجحة يمكن تطبيقها في باقي محافظات الجمهورية من جهتها أكدت وزيرة التنمية المحلية سعي الوزارة جاهدة لتوفير كافة الاحتياجات للنهوض بمنظمة المخالفات